هنا على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفريك المتخصصة في الأمراض المعدية والأوبئة سجلت حتى نهار اليوم أزيد من 80 حالة استعجالية قادمة من عدة ولايات الوطن تظهر عليها أثار الإصابة بمرض الكوليرا عائلة المرضى لازلت في حالة من الهلاء والترقب خاصة أن الأطباء لم يؤكدوا الإصابة بمرض الكوليرا من عدمه ما زاد من تخوفهم خاصة وأن المرض معدي وأصاب أكثر من فرد في العائلة الواحدة كان ثلاث عائلات وكان ندي فيدي الثاني كان ثلاث عائلات وحد أخرين ملأ بطفلة وطفلة ثانية مرأة مع ولادها واخوها وطفل جان تشوه عندهم عشر أيام كان عنده كوليرا وما ديك لا روهاش أعراض لدياري ويتقيّة ما حبيش تحبس له ما حبيش تحبس له عندها واحدة سبع أيام هكاك ولا ليلة الليلة الليلة جوزها بالسيارة ومدرول للاسوند نهار الثاني يقعدها كاك نهار الثالث هذا أخوه ثاني يخوك بير نهار الثالث زاد عليه الحال في الليل وليس يقول لهم بدوني السبع أرواح وشوفوني لأطنسيون طلعت له وتشول أحمر كي وتشول أحمر قال لهم ما قال لهم ديرواوا لي حل شوفوا لي والله ما حبوا يحلولوا الباب نره طفلة صغيرة في عمرها ستشار ومرت خوه وبنته ووليده هكذا كانت الأجواء بمستشفى بوفاريك صباح اليوم حالة هستيرية عاشتها عائلات المرضى بعد ظهور الأعراض الأولية لمرض الكوليرا ليخرج معهد باستير ويقطع الشك باليقين وأكدا إصابة واحد وأربعين حالة ووفاة شخص جراء هذا المرض الخطير شكرا شكرا شكرا